هذه غنية نجمنا كما ذكرت منذ قليل اللي طل علينا مباشرة من الأردن خلنا نرجع للتورنطو مع زميلتي ميرنا ميرنا مساء النور مجددا مساء النور زميلي مجيد ومن البرنامج الراديو الرائع رمع على الأفأم مع الزميل مجيد حدد والزميلي كارول فرح ومشاهديننا بدنا نرحب بالفنان مجد أيوب أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك وأهلا وسهلا بدي حييك وبيدي حيي مجيد حبيبي الله يخليك ومستمعي الراديو تونس وكل شعب تونس وأكيد كمان بدي أحيي كارول من فيوز أفأم وميرنا من تلفزيون كندا أهلا وسهلا فيك شكرا بقلا مجد أيوب فيش مرة زرت كندا كندا لا والله بعد والله يدخل لي كل المطربين على كندا وبتخليني الوحدي في تونس يعني ما معقول هيك ما حدا بيجي لعننا يعني شكرا بيطلع لها بيطلع لها مجيد شكرا طبعا مجد أيوب من المطربين يعني خاصة ساحب صوت جميل عندك وقفة أيضا على المسرح مميزة جدا عديد الأعمال الليلة إن شاء الله وكذلك المسيرة الفنية اللي باش نستعرضوها مع بعضنا بديت الفن وأنت صغير حاولت إنك تدخل مجال الاحتراف في هذا الدومان تحديدا من بعد أطلقت أغانيك الخاصة الليلة إن شاء الله اللي باش نسمعوها وإن شاء الله أيضا مستمعي في يوز أفيم أسك ميرنا وأيضا لما على فهم من إذاعة تطويني يستمتعو وخنس أيضا كارول وينها كارول خنس مع صوتها الليلة معك يا مجيد أكيد منرحب بالفنان مجد أيوب ومنهله نورتنا اليوم الله يخليك يا كارول تسلامي تسلامي كلك زوء يا حبيبي تسلامي شكرا رجعتنا العام هذية فما زادة عندك زادة 2014 وبرشة برشة باش نرجو لـ 2014 و2015 وآخر الأعمال بالنسبة لمجد أيوب ومعاك النقل راد آخر طبعا غنية نزلناها اسمي بطل العجاب كانت من كلمات مونير بوعساف وألحان ملح أبو شديد وتوزيع عسامة النبر من الأردن وكتر خير الله هاي كان العمل من بعد ما نزلت مش معقولة شو مرة وتصورت على طريقة الفيديو كليب والحمد لله لقات نجاحها يعني الله وفى أنا فيها كتر خير الله وهذه الفيديو كليب أنا نحكي أنا وكارول وحكيت أنا وميرنا اليوم ونشوفه في الفيديو كليب شفناه برشة مرات يعني كطريقة وكل فكرة سكون هذه الفكرة أصلا يعني فكرة الفيديو كليب نعمل الضجة مؤخرا حتى أعلميا أيضا الفيديو كليب الخاص بيك صحيح نجاح هل الجرأة الكبيرة للتصوير في الفيديو الكليب هذه مستوحات طبعا من المخرج والجروب الجروب اللي معاكم والكل هلا أكيد مليون بالمئة بدي أقول لك شغلة مجيد حلو الواحد لما بده يصور كليب أوكي حلو يكون فيه جراءة بس أنه ما يتعدى كلمة الجراءة أنه ما يكون مبتذل وحبينا أنه نوصل فعلا صورة الخيانة بغنية بدك تتذكريني بصورة أنه توصل للمشاهد لما يعني يحضر الكليب يسد القصة مية بالمية هلا الحمد لله أنا لأت نجاح وفي كتير ناس حكوا أنه الكليب أنه جدا جريء بس الحمد لله أنه لأت نجاح كتير منيح والله وفأنا فيه الحمد لله كتر خير رب الحمد لله إن شاء الله ديما من نجاحي لنجاح آخر يا رب يا عيشة مزاق مش معقولة بدك تتذكريني فما هذوما الكل نحب أني نعطيهم حقهم الليلة على الهواء مباشرة مجد بالنسبة لك أنت يعني نتذكر خل نرجع بك شوية لذكريات مسالش يعني مسموح نرجع شوية لذكريات ونرجع شوية يالله منرجع على بدك كارولو ميرنا يعني اسمعوني جيدا نشنوها نحكي هذي كان يدرس وقت لي كان في وعندك أيضا المعلمة معلمة الإنجليزي تتذكرها ولا لا معلمة الإنجليزي أي أيوة شو مالها أحنا أحنا اللي باش تحكي لي الميرنا وتحكي الكارول أكبرنا هلا حابين نعرف ألا والله كانت بتجنن شو كنت كنت مغروم فيها وقدش كان عمر كوقتها شو كنت كتير صغير تقريبا يعني ياذب يعني إيش أنت نعم تحكي بحدود 16 سنة 17 سنة ما زلت صغير يعني أكيد هلأ ما تعرف إنجليزي لأنه ما كنت عم تركز بالصف مش أنا ما حدا كان تركز بالصف كبير وكلهم مغرومين واقع مغرومين بس أنا لقطة يعني أنا أكثر واحد لقطة يعني لفت انتباه حتى مرة دخلت بأيدي الفالنتاين كلهم كانوا بالصف قاعدين وعم بتقول إنه وين مجد موجود وين هذا وبعدين فتحت للباب وأنا معي وردة وبلشت أغني وحكي يعني مغروم لآخر لآخر عرق كنت مغروم هاي هذي كل طبعا في سن المراقة ومع تحياتنا لكل المربيين وكل الأساذة وكل المعلمين طبعا تحياتنا لهم لأنه بالحق يعني نحترموهم ونجلوهم إجلال كبير طبقا من ذكريات طبقا من ذكريات أيضا نذكر خاصة فما من الفانس شكون هذي اللي يحب يعطوك نصف الشهرية يعني نصف الأجر حتى تحبهم طب أنت من وين بتعرف هاي الشغلات ليه معلوماتنا دقيقة يعني المشكلة إنه ما حدا ما حدا بيعرف هاي المعلومات إي أحنا إلا مجيد بس مجيد بس ما دادي تيتون حسريا الليلة لا هاي صراحة اللي عم تحكي عليها كانت من أغرب المسجز اللي اللي وصلتني على الفيسبوك إنه بتقولي إنه إذا شو رأيك تحبني وأعطيك نصرات بي هاي كانت كتير غريبة وحتى يعني البنوتة إنه حبيت أعرفها لأنه طريقتها بتعبيرها للإعجاب كانت كتير غريبة بنسبة لي فبس أنا رح أضلني وراك أعرف أنت مين أعطاك هاي المعلومات لا لا عادي قلنا لك هاي بس عراديو تتوين يا مجل خالص خالص أكيد أكيد إن شاء الله طبعا سكرا وفيو زفام واسك ميرنا الليلة في هذا البث المشترك وما زالوا برشة معلومات روا عندي ما شاء الله مش كنادي فقط أهلا لأنه أنت عندك معجبين وعندك فانس وعندك الناس اللي تحبك يحبوا يتعرفوا عليك صحيح كصوت كصورة يعرفوك لكن يحبوا أيضا يتعرفوا على الجانب الثاني الجانب الثاني يعني يحبوا يكتشفوه من زاوية أخرى فأيضا حبيت أنه أيضا ركز على أشياء أخرى فما شنو قصة تغنيت وأنا مثل الهوى طاير يا الله يعني مغروم أو شي هي أي هو مغروم هو في حالة غرام دائمة لا هاي حالة غرام هاي كانت طيران أحكي لك خبرية هاي رحت تطرحت كتير 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 تتضحك عليها هلأ كان في عندي أنا عرص بالإنتر كونتيننتل بالأردن ووقتيها كانت نازلة غنيت والهوى طاير طاير للفنان عصر الحلاني من وجه له تحية تحية فخلصت أنا أكيد فخلصت العرص كله وغنينا وكل الأمور كانت تمام فبعدين أجل العريس بقول لي بليز لو سمعت بس آخر غنية special request لإلك مننا لأنا والعروس أنه تغني لنا مثل الكزبة والهوى طاير طاير وأكيد عريس وغلت له بأمر عيونة كل بدك ياه بلشنا مثل الكزبة حلوة عيونة والأمر داير عخدة بس بلشت كلمة والهوى طاير طاير والستيج يفتح كله وكل الباند يطير على الكلمة كليتنا على الأرض والعالم أول إشي كان لأنه الرياكشن بتعرف هذا الرياكشن كله الصمت بالحفلة بعدين بلش يضحكوا علينا وأنا فرطان كانت من الضحك بس هاي كانت كثير كثير غريبة يعني الله يسامحوا العريس على هالطلب وانت معنا الليلة ونستمتعوا بصوتك فيوزة فيما تتوينه أس كميرنا يبطل عجب هذي هي 2014 لغنية هذي المعلوماتي يعني إلى 2014 نسموها بطبيعة مباشرة الليلة في لما على الهواء وليس بالعجب بأنه الليلة مجدا يبقى معنا على الهواء مباشرة يعيشك الله يخليك كلمات وألحان وتوزيع من هالأغنية كلمات شاعر مونير بوع الساف وألحان ملحم أبو شديد وتوزيع أسامة نبر طبعا موجههم التحية مع حفظ الألقاب طبعا تحياتنا لهم هل فعلا هل فعلا يعني هذه العصفة ورجابة حاليا للإخبار أنه فيما عمل جديد مع متعب السقار فعلا طبعا فيه هلأ عمل جديد مع الفنان الأردني متعب السقار عمل غنية أردنية بتتكلم عن الوطن وعن وعن الجيش وعن الملك وإن شاء الله يعني بتبصر النور بعد عشرة أيام من الله رد وإن شاء الله بيشرفني طبعا أكون هذا أول تعامل مع الفنان متعب ويا رب يعني تلاقي النجاح يا رب وظلوا الله وقف معنا يا رب أحنا نأملو أن دائما أنك تحصد النجاحات بأعمالك نعرف أنه ليس بالأمر الهيين ولا السهل على المطرب أنه ينتج أعمال يعني في ظل الوضع الحالي هذا في ظل غياب شركات الانتاج اللي هما يتحسبوا على مئة بالمئة يتحسبوا يعني على أصابع اليد شركات الانتاج الموجودة على مستوى الوطن العربي الانتاج على الحساب الخاص يعني من مالك الخاص أيضا ما فماش دعم الأعلام هلون ممكن يقوم بدوره وإلا لا في الفترة هذه مع كل المطربين وإلا لا هذي أمر آخر يختلف حسب المطرب وحسب الأعلامي وحسب أيضا القنوات والإيضاعات وكل موضوع كبير بالنسبة لك أنت أعملت خطوة حلوة خطوة إلى حد الآن جيدة بالأعمال هذو مع الكل يعني الوين تحب توصل مجد شوف بدأ أحكي لك أول إشي على قصة الانتاج أنا اللي عبنتش لحالي لسبب واحد أنه شركات الانتاج صراحة عم بتكون لاتلي لما أنت بدك ينتجوا لك بيكون يمكن تسعين بالمئة من الكونتراكت لصالحهم والعشرة بالمئة اللي بتتبقى بتكون نصها لإلهم نصها لإلك فعشان هيك أنا بحب أنه الواحد لا بانتج لحاله من وقت لما بلشنا بتتذكري لما طبعا هي كانت الانطلاقة طبعا بتذكري لما وبلشنا بالأغاني كليتها هلأ أكيد بجت الأغاني بيكون كتير عالي بس بيظلوا أحسن أنه ما تكون على شركة انتاجه بالنهاية راح توصله لخلافة أكيد مئة بالمئة إن شاء الله فذات سوايا أنا بفضل أنه يكون الواحد انتاجه الخاص شوف ديما الحلول موجودة وما تروح الحلول وشركة يعني أنا ما نحبش أني حتى نذكر اسمها شركة موجودة شركة العربية يعني حالي الموجودة اللي تاخذ في المطربين هذية لكن هذا أيضا يخليك أنك تعتمد على نفسك وعلى المتعهدين ويسلم عليك صبحي سلم عليك برشة حالين في الإستماع على صبحي سلم عليك برشة برشة سلم عليك كتير يا حبيبي يا صبحي سكرا الله يخليك أسك ميرنا مجد أيوب قريبا يكون في كندا ميرنا من هل ممكن أنه يكون في كندا قريبا في هذا البرنامج ولا ميرنا ميرنا جي لتونس وتعمل برنامج من تونس أكيد نحن نحب نشوفك مجد أيوب بكندا وحتى إذا بدويني مجيد ننزل ونعمل كمان برنامج بتونس ما عندي مشكلة بتحب تجي تزور كندا مجد أكيد أكيد بشرفني أميرنا طبعا بحب زور كندا وشوفكم وتعرف عليكم حتى كمان face to face والله بتشرف كتير يا حبيبي تلبي تعرف نحن عنا جالة عربية كبيرة بكندا وترونتو تحديدا والجالة الأردنية كمان فيك تخبرنا مجد كيف ابتدت مسيرتك الفنية أنا ابتدت مسيرة الفنية من 2007 فيك تحكي أول ما نزلت جددت غنية فطومة كانت من كلمات نزار فرانسيس وتوزيع وسام النبر ورجاء أبي عقيل بلبنان ومن وقتها هنا أنا انطلقت بس كانت الانطلاق الحقيقي بغنية بتتذكري لما يعني هاي كتر خير الله العملات البومينغ بالميدل يست كمان كانت من كلمات مونير وعساف وألحان هشام بولوس وتوزيع ويداني حلو مع حفظ الألقاب ومن هون ابتدت فعلا المسيرة 100% المسيرة الفنية البروفاشنال فيك تحكي نعم عم نشوف كتير برامج اللي يطلعوا الجيل الجديد شو رأيك بهال برامج اللي عم بتصير حاليا شوفي هلأ البرامج تأكون معك صريحية 100% تجارية هلأ عم بيطلعوا عم بيطلعوا فنانيا أوكي بس أنا مش معاهم لأنه أنا ما بحب البرامج اللي بكونوا سيفدوا حدين يعني يا بتنشهر يا بتروح عليك ما في حل ثالث وأغلبهم يعني ما بعرف أنا شفت يا بتطلعوا بالنهاية مذيعين المفروض أنه يكونوا فنانين يا بتجول المذيعين يا بتجول التمثيل والمفروض أنه هن يكونوا مطربين يعني عم تفتح مجالات هالبرامج أكيد بتفتح مجالات بس بالنهاية بدنا نحط بعين الاعتبار أنه هي راح تكون يعني تجارية أنا مش معها أنا مع الواحد أنه هو يبلش لحاله أحسن من هاي البروغرامات مع أنه هاي البروغرامات كثير بتوفر علي وقت لأنه يوصل للعالم ويوصل للمشاهدين ويوصف للمستمعين كليتهم بس برضو فيه شي الجانب السلبي وفيه الجانب الإشابي لمين بتسمع أكتر شي لفنانين أنا بسمع كثير لفنانين يعني بسمع من أكتر شي الجيل العمالقة القديمة كثير بسمع لعبد الحليم من الجيل الجديد بسمع لوائل كفوري بسمع لعاصي بسمع لشيرين عبد الوهاب بسمع لصابر الرباعي كثير فيه يعني هلأ حالياً حالياً بتغني اللون الأردني بتغني جميع الألوان جميع الألوان فيك تحكي اللون الأردني ما هو الفنان لازم أنه يتقن جميع اللهجات وجميع الألوان هذا أنا سمعنا ما زلقتلنا بتحب تسمعنا الشي باللبناني قالتلنا بتحب تسمع لوائل كفوري فينا نسمع شي ايش بدك تسمع لوائل كفوري يلا الشي عزوقة كنت تسمع عادة أنت عم تسوق بالسخرة ولم تكون قاعدة البيت خب سمعنا الشي عزوقة ناس منك لقى فيهم ننساهن بعض الملقى ناس منك لقى فيهم تعز علينا الفرق وناس من الترا فقعدروا نحن وياهن من دو وين بيعرف شو المكتوب من فارق وغلى من نبقى هيدا القلب وحكم القلب هو بيختار وبيحب قلوب بتتهنى بالحب وقلوب بتبقى محترقا هيدا القلب وحكم القلب هو بيختار وبيحب قلوب بتتهنى بالحب وقلوب بتبقى محترقا encourage myERS وبيحب قلوب شكرا لك يا سلام شكرا لك شكرا لك شكرا لك يا حبيبي شكرا لك شكرا لك شكرا لك سيكرا لك ما فهمت عليك حبيبي ما تحذر إن شاء الله الفترة القادمة بإذن الله نعرف إنه فيما ديو بينك وبين متعب السقار أوكي هذا من تفقين فيه شنو آخر شنو فهم آخر نعم هلا أن الله راد بعد الديو رح نعملوا أنا ومتعب في غنية رح تكون شعبي إماراتي وفي غنية رح تكون باللهجة العراقية من الله راد هلا هدو الأول مرة رح أعملهم وإن شاء الله يرب إنه الله يوفيني ويكون نجاحهم نفس نجاح الأغانية لأبلها وأكتر يا رب أصعب لهجة أصعب ممكن لهجة هيك وقت اللي كنت تحبيت أنك تغني لهجة من لهجات هذه أي لهجة كانت صعيبة عليك شوية هو صراحة اللهجة التونسية كتير صعبة تأكون معك صريح عليش التونسية هي والله صعبة اللهجة التونسية بس كتير حلوة كتير 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 حلوة يعني مش مجاملة فبس الله راضي رب رح أعمل غنية أكتر تونسية بس لما أتقن الكلام مية بالمية رح أعملها لأنه لازم تكون تتقدم كاملة مكملة يا سيدي مرحبا بيك وإذا استحقيت حاجة باللهجة التونسية إذا بدك أنت أيوة يعني علي خلص مجيد بساعدك بكل سرور بكل سرور مجد يعني توحلين نشوفوا في هذه الموجة من البرامج وتلفزيونية لصناعة النجوم أيضا نشوفوا تركيز دائما على نجم ولا على اثنين من البرامج هذا وما هل أنه البرامج هذية لكلها في تقييمك أنت الذاتي نعرف أنه حتى أحيانا المطرب يحب يتهرب بسوئة من الإجابة لكن أنا نحب أنه جاوبني بصراحة مجد هل أنه فعلا البرامج هذية تصنع نجوم هلأ هي بتصنع نجوم هلأ زي أمنحكي إحنا ما بتصنع نجوم تصنع نجوم بس هي بتعود بتعود لل يعني للفنان نفسه هلأ بالنهاية هن يسلموا أنه صار مثلا نجم أخذ ستار أكاديمي سوبر ستار بس بالنهاية هو كيف بده يكفي مسيرته هلأ إذا هو بيكون ذكي وهو ما هو شغلنا بدك تكون أنت يعني لازم يكون عندك ذكاء لازم يكون أنت عندك الغنيل بدك تختارها بدك تعرف إذا بتلبق لك بتلبق لصوتك أنت حسيتها بتحسها أنه هي جاي على طبقات صوتك ومدى صوت اللي أنت بتقدر تقدمه فكلية هاي العوامل بتساعد في نجاح الفنان بس أنا ما بعرف أنا ضد هاي البرامج لأنه بالنهاية صفت زي ما قلت قبل شوي إنه تجارية وبالنهاية بتصفي بين بلدان بيبطل إنه بيبطل بين مثلا 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 هيثم أو أو محمد أو موسى بتصفي بين مثلا أردن تونس تونس السعودية هيك بتصفي فعشان هيك أنا بحسها تجارية آخرها بس بالنهاية إحنا بنحكي السداء إنه أحيانا بيصنعوا نجوم وبيسهلوا كتير الطريقة يوصل الواحد يعني لقلوب العالم مش معقولة ولا معقولة مش معقولة مش معقولة أي شو مرة الأنظار المش دايوب على موزاتنا الليلة يغنيها طبعا في لما على الأفامة تحياتنا للميسترو ذو وتحياتنا أيضا للميسترو جيد للنسي كله وأيضا لكيب اللي معاك ميرن نسموه على الهوام بوشرة الليلة موصلين معاكم مرحبا بالنسي كل هذا يا صوت مجد أيوب مرحبا بيك مجد أهلا وسهلا بيك مجديد الله يخليك مجديد بس بدي له شغلة للفنان مجد أيوب طبعا هاي الجنية اللي كنا عن نسمعها مش معقولة شو مرة بإزاعة أردنية أختت جائزة أفضل جنية وأفضل فيديو كليب فعمل إلا مبروك سلام مبروك الحمد لله تسلامي تسلامي الله يبارك فيك شكرا كتير كلك زوء الحمد لله إنسالله ديما مدألك الحمد لله مع أنه هاي الغنية بين وبينك أنا ترددت كتير أنه أتأخذها لأنه الغنية كلمة مش معقولة شو مرة كتير قوية يعني مش كتير ناس بيتقبلوها ومش كتير ناس بيفهموا شو المعنى أنه مش معقولة شو مرة تتأول تتأول يعني بصريحة العبارة بالضبط مع أنه هي مش معقولة شو مرة بتدل على مكانة المرأة ونوثتها في المجتمع فإن شاء الله تكون وصلت للصورة بس الحمد لله يعني الله وفقنا فيها نكتة خير والفيديو كليف أسأل الفيديو كليف بصراحة أنا عمل شوشرا بيني وبينك عمل شوشرا حبيت حبيت الفيديو كليف مع أنجلينا أي ميرنا تأكد لي أنه أجنبية البطلة اللي في الفيديو كليف صحيح لك ليه مية بالمية اسمها العرض العرض الأزياء العالمية لينا سانز كانت هي بساكني بلندن وتواصلنا معاها أنا والملاحن يشام بولوس والمخرجة كريستينا أسمر والحمد لله رتبنا الأمور ووافقات ونزلنا على لبنان وصورنا وهي كانت خطيرة ميرنا هذه خطيرة أنه أجنبية لا مية بالمية عم بتصيبها ميرنا ليش لو قتلي جتني هيك نحكيه مع بعضنا أحنا ثلاثة أنا وكارول وميرنا نشوفه في الفيديو كليف أول ملاحظة البنت أجنبية يا ميرنا رو عنا أحنا جمال عربي وكذا لا أنا متأكدة أنه أجنبية خلينا نسألو مجد أيوب الليلة وفعلا نطلع كلامها صحيح لا برافو عليها برافو عليها طيب شو بربح أنا هلأ لأنه ربحت زيارة المجد أيوب لكندا يلا خلص من عيوني أنا جاهز هلأ بضبق راديو بنزل يا سيدي مرحبا بيك حتى التونس كندا سوريا مرحبا بيك في كل المناطق ان شاء الله خلينا خلينا نتهنو على حاجة وحدا نضمنو على حاجة أعطينا امذائك الخاص وبعدها ان شاء الله باش مازلنا باش نسمعو وان شاء الله مازلت عدنا زيارة غنية باش نسمعوها وان شاء الله اكيد يا رب كل جديد رح تسمعو بداية وممكن حصريا لألكو لأنكو وانتو ناس رائعين وبتجننو وكلكم محبين ان كان انت ولا ان كان كارول ولا ان كانت ميرنا وان شاء الله يا رب احنا دايما نضلنا على على حصن زنكو ونضلنا نقدم الأغاني المحترمة اللي بتلي بالعالم وان شاء الله نكون عند حصن زنكو يا رب وانا كل مرة رح ابعت لك كلام جديد ينحط هذا وعد مني سأل الله يا عيشك يا مازل فعلا انت نازم ويعني الواحد يحترمك وواحد بالحق ويقدرك لماذا تقديمه من فن ايضا لنه نحرفك يعني حتى انا حاولت اني قدر المستطاع نجيب معلومات عنك الناس الكل تتشكر فيك معارفك الناس اللي يتعاملوا معاك الكل يذكروا فيك بالخير وهذا جيد جدا بالنسبة لمجد ايوب الحمد لله وطبعا ما تنسى انه هلا يعني بعد الانتروفيو تحت الهواء بدي اعرف مين لخبرك الخبرية تحضرني وراك عيشك يا سيني واحنا بطبيعة ديما باش نتوصلوا معاك مجد شنو وراك خلني سمع من عندك مقطع لايف هو صحيح التوقيت الان منتصف الليل و 42 دقيقة بيت يونس بسوريا وبالاردن الواحدة و 42 دقيقة وبكندا ساعة سبعة سبعة و 42 دقيقة اوكي رح سمع كنية بدك تتذكريني ياريت يلا اوكي رح سمع كنية اوكي رح سمع كنية كايد النهاية لو فكرك خلصت لحكاية كلمة طلعت بمراي فيها رح بتشوف شكرا 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 اي عزبك ميرنا قالو اكيد صوتا حلو شنو ورايك يا كارول ورايك طبعا يهمنا كارول كارول وعنا كارول معك انا مجيد عم تسمعني اي طبعا وهي كارول رحي حتى مع المستمعين بطبيعة لانه فم عدد كبير حتى في الاعلان والكل فم عدد كبير من فيوزا ثان من المستمعين اللي يسمعو ويتابعو في نفس الوقت يعني تشوف المساجات والكومنترات ومعانا على الهواء المساجات اليوم مجيد كلها عم تسأل انه الفنان مجيد ايوب ما عنده حفلات قريبة بسوريا لا ان الله راد قريبا رح نكون بسوريا وان شاء الله يا رب الله يهدي البال بسوريا وان شاء الله الله يحميها هالبلد الرائعة والراقية ولا قريبا قريبا رحكم بسوريا ورحكم بتونس ورح ننزل لان ميرنا احنا وعدناها بكندا اكيد ونعمل اكيد حفلات وان شاء الله يا رب انه اشوفكو فيس تو فيس واتعرف عليك لانكو انتو مجد محبين وبتجندنو الله يخليك يعتك السحة فعلا اسعدتنا الليلة وان شاء الله ربي وفقك ان شاء الله تحصد عديد الجوائز عديد النجاحات لانك تستاهل لالشيء لانك تستاهل يا ماجد تانكو تانكو يا ماجد طبعا اعزائنا مشاهدين برنامج اسك مينا العربي على راجرس تيفي مستمعين احلى ازاعة بتونس تتوين واحلى راديو فيوز بسوريا نتشكل الفنان مجد ايوب وان شاء الله نشوفك بتورونتو قريبا وتحية اليك ولكل الشعب الاردني شكرا للك تسلمي تانكو كلكم زو الله يحميكم سكرا يا مز نورتنا الليلة سكرا